موسيقى 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 لكي نفهم جيدا الدور للمجلس المنافسة لأنه دور اساسي الله سبحانه وتعالى أخلقنا الطماء ولي ما عطاش الله القناعكي الطماء احتفل احتفل الخاوي الجامعه ودخلت الإنسان يتصرف كما أرى يبلاع الدنيا كله ومش بعش احتفل الله احتفل القناعه احتفل الساعدة احتفل الله برعوبة بالقناعه احتفلوا أسأل الدول احتفلوا الحروب يوسعوا ويقع انتشار حكمهم ويقع احتفل الدول احتفلوا 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 روسيا ويقع سيطروا على الدنيا وعلى مال الدنيا وعلى الطروة الدنيا احتفلوا احتفلوا وبالتالي مستحيل احتفلوا 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 ويقعوا ويقعوا في دولة واحدة اخرى لا التنمية هو انه اكثر عدد ممكن دي المغاربة يكونوا سعداء فرحانين يحسب مغربيتهم ويقعوا 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 بها يكونوا متصفين لكي تستطيع حالة ويقعوا ويقعوا هذه ويقعوا الناس يضبطوا ويضمنوا المنافسة الحرة ما معنى المنافسة الحرة لا يكون موجود شي وضع تكاري واح الانسان يجدسكول ليبقى ماتي شخص ضروري تحقو فيها ليبقى الشوكلاة عنده في حقه ليبقى شي طنوبلار عنده في حقه هو بوحده كيش؟ هو بوحده او لا شركة او لا واحدة او لا واحدة او لا واحدة او لا الواحدة لكن او لا واحدة المنافسة هو الجميع لكي كل شيء تتبراه في المداخل كان الجوج في المدارس كان المدرسة الشركية وكان المدرسة الحرة التي يعطلها في الأجانب المدرسة الليبرالية ليس الرأس المالي الرأس المالي والعكس هذا ما نقول لكم ومدرسة الحرة ومدرسة الشركية المدرسة الشركية رأني قلتها تكنار من الشيء يا إخوان هي واحدة يخدم ولا أخر يتبرح وتكنار تكنار ومدرسة أيضاً تقسم الربح مع الناس من القطاع هادوك الليك يصبحون عسين وما كيف يفهموش في الخطبات توقصوا مياكلو عنديان مدرسة الشركية انا اقول تلكم خدم التاعس للناس نود ان تكي تاكلو انا متطفق كان مدرسة الحرة شين مدرسة الحرة كلنا على قادم المساوة كنا نطبق علينا نفس القانون ليس نفس القانون فيما يخص طروة والزدهار والنمو والتقدم وطبيب والقراية وطبيب والمساوة كنا كنا كيف كيف ينضربون الله ينضربون الله انا لا اريد ان نكون كيف كيف ماشي في الامكانيات ان ننجحوا نتقدم بس وصلنا للحدة ان كنا نكونوا سواسيتهم كما يسمى السوق الحرة السوق الحرة ان كل واحد خان السوق يطبق عليه جميع القواعد جميع القواعد هي سواسيتهم للجميع كلنا نخدعوه لنفس المعايير ونفس القواعد ونفس النظام ونفس الشروط ونفس الامتيازات ونفس الامكانيات كون كين نجح فينا لكيف هم كتر اللي عنده تجربة لعق وخدم وفطن او اخترع او كيف هم يصنع باقل ثمن باقل ثمن سوف يصنع باقل ثمن او لا سوف يصنع حسن منك ونحن سوف تفضل السلعة لها السلعة كيف هم يصنع المغاربة نقول واحد طرف التي تكررها تتعطيها الميزانية التي تقربها الولاد وتقربها الام وكتدر الطب العام وكتدر الوظيفة الامومية وكتدر المصاريف وكتنشا وكتدر الطرقان والطو والحافلات والنقل كتلضم المجتمع بوحد ثلود ديال الربح ديال كل واحد فينا وهذا كلمة كيخلص الثلود ديال الربح من المجتمع كيكون كيسترق للمجتمع ديالو وكتدر المنافسة الحرة التي تسميها الفصل الأول كنا كنا ندخل نصدق الحرة بالنفس الوسائل بالنفس المتيازات وصحح فينا ودكي فينا وهذه لا نقاشة وكتدر اوه الوسائل وكتدر اوه وكتدر وكتدر الربح كم لنقل اوه كم نقل نحن لأن هذا لا يمكن الان الان تنافس في الحاجة اللي كان فهم ليه والمكلفين تنافس مع الاخرين هكا المجتمع تتعوطوا والفكرة هو انه كلنا كغسنا نستفدو مضطرود يعني المغرب اي كلنا عنا الحق بيس مشو نستغلوه المناجين البحر الحوت السماء في الطيران النقل ماشي انت عندك واحد كويغتها قريمة سيرت براه وانت راه انطبق عليك القانون لان انت ماشي فوق القانون وهذا كليغتها القريمة ولي فوق القانون شبهوك يكون باشا تتكا غير تربح به الفلوس وانا تقولي انا غدت سكدني مع صحابين الحابس وصحابين خليين ضربوهم هذا اللي وقح في المجلس دي المنافسة خصنا نحميواه نحميواه وده كانوا الناس اللي فهم فهمين شنو الدور دي لوم وماشي حتى هوا ما بغين يخلدوه لانه كانوا ما بغين يخلدوه تسالات الفهمة وانا نمشي وانا نسمحوا في الدنيا دي وانا كانوا جديين ومعقولين حين يدين ده النس ننحميهم كخص ننحميهم وكخص اي واحد شافوا بانه استغل السوق استغل واحد ومسيطر تسيطر على السوق وبدأ يربح بوحده ودرجة انه فات الممكن فات المعقول كخصو يتحبس وانا نعرفوا علش الاخرين ما كيقسموش مع السوق السيهلك اللي كايين علش الاخرين ما كيقسموش نفسو معه ونعرفوا شنو السبب وده كان هذا اللي عنده السلطة والنفوذ وكيقلك هذا السوق كله ديالي يحتكاري وليدخلنا ننخلي ضربه وانا بوحده غير مقبوله وده كان كيزوار غير معقوله وده كان واحد كتقوله انت مع فيه مع رأسك ما تخلصش الداربة رأسك 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 الشاب وده شوحد كتقوله انت ادخل في الساة ونقوم بصبح الاخرين ونضعوا الاخرين ونقوم بصبح أفوان ونقوم بصبح تابعة ونقوم بصبح وانت عندك المساحة التي تريد أن تحرك وانت أخر قرر على قفز وانت تبع فيه وانت تجربة مقبوله وانت تحرك وانت لا يفتحق وانت لا يوجد المنافسة الحرة وانت كل الأمور واضحة كان يمكن أن يفتح محطة البنزين وفتحها ويبيع البترو لماذا تكون شركة 90% المحطة والتوزيع النفط؟ يكونوا متفقين لا يمكن أن يكونوا متفقين أو لا يمكن أن يكونوا متفقين أنا أظن أن المنافسة ضرورية لكي نعيشوا حسن لكي نعيشوا جيدا وكي نعيشوا في الرخاء في الرخاء وفي الرخاء وإلا سيأتي شيء واحد وهذه كشتنا لكي يدرينا متعنا ويخينا قاسين على الأخوة فيما يخص هذه القضية من المجلس المنافسة برز في القضية من أصحاب البترول لكي نعيشوا في البنزين لديهم امتيازات مثلا واحد المتياز هو أنها تأتي البخيرة والميناء لديهم القوادس لكي يقبوا فيه البوابر لديهم البنزين لديهم النفط لديهم القوادس ويذهبوا لديهم 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 كبار في المرصة المحمدية وكل واحد يسجل عندي ألف طون أو ألفين طون بعد ذلك الموزعين يذهبوا مع رسوم لا يحتاج شيء واحد في هرمو أو ألف طون أو ألف العريش البترول يسجل ويقومون ويقومون البنزين ويذهبوا ويقومون لديهم لا يوجد استوكاج لا يشارك في السيانة القوادس المرصة المحمدية لا ينقل أتعافة محمدية موال مبرعين يجربوا الفلوس على قطره هذا المجلس يقول لك أنه الناس لا يعملون بصدق مع المواطنين ومع المستهلكين ومن الثمانزل البنزين المستهلك لا يستفيد لأنه لا يتفقوا مع بعضهم ويقومون لا يظن أنه ويقومون لا يتفقوا مع بعضهم ويقومون بالحجار لديهم أكيد حجاج وعندهم إحصائيات وعندهم حجاج فواتير أتمينة الشراء أتمينة البيع التخليفة النقل على ضبط هذه المعطايا هذه على حسب المجلس هؤلاء هؤلاء تصفقوا عندما يتفقوا على المغربة أتمو واحدة الغرامة هي 9% من قيمة المعاملات المعاملات تعتبرها هي التي تساوي الخطأ الذي ارتكبوا المعاملات من المعاملات التي تحرر السوق النفط في عام 2019 ما كان ؟ لا نحن لا لا نحن أن صاحب الجلالة عين شخصيات لكي يدرس الكلام له المجلس المجلس كان تقرير أول 9% للشركات ردوا للتقرير لتطلع مجدد وقال جميع الشركات خلصوا 8% لماذا تغيير يمكن أن يكون أغلبية و أغلبية صوتت يمكن أن تنقش مع المجلس وتنقش مع المجلس وتصوت وتكون أقليا وتمشي على برات تدريها مشاكل في المجلس تتحمل معي المسؤولية وتسكوت وتمشي معي وإذا عارف شيء يجب أن تفضحها تفضحها أعلانية لكي نحن نعرفه إلى حد الآن لم نعطيط دقيقة لأن لم نعطيط الملف أحب هذا لو كنا طبخنا القانون القانون قلت بما أن المجلس المنافسة يخط قرارات انطلاقا من كوني إدارة وكان موظفين يعملون موظفين من الطولة لأن موظفين يقولون لا تبقى القطاع العام الذي تدخلوا تعملوا في المجلس المنافسة وهذا الذي يعمل في القطاع الخاص يقولون لأن يمكنك تحارب الغش لأن لا تكون علاقة مع الغش الشاشة واضحة لأن هذا من المسلمة وبما أن يأخذ قرارات يمكن المراقبة لأن لا يوجد أي شخص يأخذ أي شخص يأخذ أي شخص يأخذ تأسف فأنا أظن أن المحاكم الإدارية وغرفة الإدارية المحكمة النقد أو المحاكم الإدارية كمحاكم ابتدائي السنافين عند الحق ترقب أو لا وكما أظن لو كنا قدنا القضاء في جلسات إعلانية لأن القضاء ليس إعلاني ليس إعلاني ليس إعلاني بعد الدول في القائد كان كاميرا مع التلفزيون وكما أظن محاكم وكتبت على الجلسة التي تريد أن تترك وقعه فتك الجلسة لأن تتعرف ما هو تتعرف العلانية وكما أظن كان العلانية كنا نمش إلى المحاكم ونعرف ما هو المنفة ونعرف ما هو ونأخذ مواقف كل حزب حزب يخذ مسؤوليته وكل نقابة تخذ مسؤوليته وكل جمعية المشامعة المدني أو العالم الإقتصادي تخذ مسؤوليتها ونتمشى ولكن هذا يبقى سري كل واحد يبدأ يخمم المشكلة مرتبطة بملايير درهم ولكن بمئات الدرهم بملايير المشكلة أمان93 هنا تكثر المراقبة وتكثر الشفافية وتكثر ناس الذين يراقبوا وتجاهلوه ويختم تكثر المناقشة والحيوارات في التليفزيون في الجامعات في المواقع هكذا كان تقدموه لا أحد كم كله يرفض يؤدي الغرامات لسبب بسيط جدا وأنه الشركات موجودين في المغرب والذي يرفض يخلص الغرامات حين عيدين الدولة كدير الشركة سوسككست في وضع الحراسة القضائية وكتعين الناس قضاءات الذين يرقبوا الحراسة القضائية والناس الذين يسيروا الشركة في مكان أخنوش أو لغيره تتخلص الغرامة من طرف هذه الشركة وغدت تحجز له الحسابات البنكية ودعم عنده كان الحسابات البنكية كلهم خواهم وكشتهم حين عيدين تدير الحراسة القضائينات الشركة هذه وكتشوف وشي ممكن تخلص تلك الغرامة وإلا تقيم الممتلكات ديال الشركة والدولة تشريهم في حدود الممكن في حدود 9 مليون ديال الدرهم أو 10 مليار عفوان ديال الدرهم اللي كخصو يخلص والله إنه إنه وإنه هذه فضينا مش شي حاجة وارا اللي بغير يتحك عن المغربة المغربة اللي عرفو كيفش يتحكوا له